السلفية هي الإسلام يعني هذه المقولة نسمعها كثير وتتكرر من بعض الشخصيات المعاصرة ألا يؤسس هذا للتكفير للإقصاء للكراهية مشكلة عند البعض هذه الطهورية العقائدية والنقاء العقدي يعني على مبدأ نحن أبناء الله وأحباؤه هذه تجعل من مسألة الخلاف معهم مسألة خلاف مع الله وخلاف مع دين الله وفي الواقع الإسلام نفسه والسلفية وهي سلفيات اليوم ليست سلفية واحدة سلفيات متعددة يكفر بعضها بعضا ويبدع بعضها بعضا ويخرج بعضها بعضا من دائرة السنة بل ومن دائرة الإسلام حتى الإسلام نفسه ليس كتلة واحدة في الإسلام قطعيات متفق عليها في الإسلام ظنيات وهي كثيرة جدا وهي الأكثر وهي مسائل الفقه الإسلامي ومسائل الاجتهاد ومسائل الرأي وحتى في جوانب العقيدة ليس كل مسائل العقيدة مسائل متفق عليها هناك مسائل ظنية تنوعت فيها المشارب والمدارس والأفكار لذلك انقسمت مدارس مثلا أهل السنة والجماعة إلى مدرسة الأشعرية والماتوريدية والمدرسة الحنبلية الأثرية وخرجت المدرسة السلفية وخرجت مدارس أخرى وفي إطار الإسلام ككل خرجت الطوائف وقرأت الإسلام قراءة أخرى سواء في جانبه العقائدي أو في جانبه الفقهي أو في جانبه السلوكي ونحن حتى في تركيزنا على السلفية لسنا مستخصيدي لأنني عندي أطروحات أخرى في مناقشة دراسة أصولية لا تقل عن فهم السلف بل هي في ضعف حجمها بل ضعفيها في دراسة أصولية لأهم أصول الشيعة الاثنى عشرية والزيدية والإسماعيلية ومناقشة أهم أصولهم في فهم الكتاب والسنة والرد عليها فليس الأمر مستقصدا للسلفية بل فيهم أناس أفاضل وأناس يسعون للاعتدال لكن الإشكال مع بعض الأصول التي تحتاج إلى إعادة نظر يعني داعش إنما طبقت أصولا سلفية وحتى بعض المنتسبين للسلفية في ساعة صفو وساعة يعني ساعة مصارحة مع الذات ذكر أن داعش نبتة سلفية نحن الإشكال معنا ليس مع إخوتنا وأحبابنا من المنتسبين لهذه المدرسة إشكاليتنا ترجمة نانسي قنقر